اهلا وسهلا بحضراتكو تخطية جديدة من موقع صاد البلد الاخباري كل سنة وحضراتكو طيبين عام الفين تلاتة وعشرين اول يوم النهاردة كل سنة وحضراتكو طيبين مرة تانية وربنا يجعله عام سعيد على كل المصريين مع بداية العام الجديد بتأتي بعض البشرات في بعض الوزارات عندنا طرح جديد طبعا الناس كتير جدا بتبحث عن الطروحات اللي بتطرحها وزارة الاسكان والسكن الذي تطرحه الوزارة اللي بيكون في اغلب الاوقات في تسهيلات في الدفع في تسهيلات في امور كتير جدا تخص اسعار هذه الوحدات الوزارة بتطرح طبعا ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شؤى في خمس مشروعات جديدة للحجز في عدد من المدن الجديدة وتتيح كرسات الشروط يوم 15 يناير المقبل وده هيكون على الموقع الالكتروني لبنك الاسكان والتعمير تفاصيل الموضوع او تفاصيل هذا الطرح هيكون فيه اكتر من 22 الف وحدة سكنية في بعض المدن الجديدة بمشروعات سكن مصر دار مصر جنة الاسكان المتميز ذي الطابع الساحلي وقطامية جاردنز مهندس حاتم حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية اكد ان التخصيص هيكون بنظام اسبقية الحجز من خلال موقع الحجز الالكتروني لبنك التعمير والاسكان الحجز هيكون فقط وهيشمل الطرح 8660 واحدة سكنية بمشروع سكن مصر وده هيكون بمساحات تتراوح ما بين 106 و133 متر في 11 مدينة جديدة هي مدن اكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور الجديدة وحضائق اكتوبر والمينيا الجديدة والشروق والمنصورة الجديدة وضميات الجديدة وغرب قنة وغرب السيوت والعالمين الجديدة ونوه كمان نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية الى ان الطرح بيشمل ايضا 1971 وحدة سكنية بمشروع الاسكان المتميز للطبع الساحلي وده هيكون بمساحات تتراوح ما بين 90 متر و109 متر مربع في اربع مدن جديدة هي مدينة رشيد الجديدة والمنصورة الجديدة وضنيات الجديدة والعالمين الجديدة ده ايضا بجانب 512 واحدة سكنية بمشروع دار مصر وبمساحات هتكون في هذا المشروع تتراوح ما بين 100 متر و150 متر في اربع مدن جديدة هي مدينة خمستاشر مايو العبور نميات الجديدة برج العرب الجديدة مهندس حاتم حسن ذكر ايضا ان الطرح هيتضمن 10872 واحدة سكنية بمشروع جنة وده هيكون في مساحات تتراوح ما بين 100 متر لي 161 متر مساحات ممتازة في ست مدن جديدة هي مدينة ستة اكتوبر مدينة الشيخ زايد مدينة دمياط الجديدة مدينة القاهرة الجديدة وملوي الجديدة والمنصورة الجديدة ده طبعا بالاضافة الى 500 واحدة سكنية بمشروع آآ قطامية جاردنز بمدينة القاهرة الجديدة وهو احد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وده هيكون بمساحات تتراوح ما بين 90 متر لي 125 متر نيجي بقى للنقطة المهمة اللي الناس بتسأل عليها وهي تفاصيل وترق سداد قيمة هذه الوحدات اوضح الحقيقة برئيس هيئة المجتمعات العمرانية ان نظام آآ دفع قيمة الوحدات يبدأ بسداد قيمة جدية الحجز اللي بتتراوح ما بين 100 الف جنيه وده هيكون في مشروعات جنة والقطامية جاردنز وتمانين الف جنيه في آآ دار مصر وسبعين الف جنيه في ساكن مصر واخيرا ستين الف جنيه في الاسكان المتميز واضاب كمان انه هيتم استكمال المقدم لعشرين في المية من قيمة الوحد يعني احنا دفعنا الاول مية او سبعين او ستين كان الرقم حسب المشروع طبعا آآ دفعنا هذا الرقم هذا الرقم يمثل قد ايه هندفع عليه مبلغ اخر عشان نكمل ثمان عشرين في المية من اجمالي قيمة هذه الوحدة وبيكون في عشرة في المية آآ كمان هيتدفع عند استلام الوحدة يعني كل التفاصيل آآ آآ الخاصة بالفلوس اللي هتدفع قبل استلام الوحدة هو تلاتين في المية فقط من آآ تمنها او آآ قيمتها اما السبعين في المية المتبقية دي هيتم آآ سدادها بانظمة آآ سداد مختلفة برضو هنعرف حضراتكو عليها آآ نظام الاول الدفع في صورة اقصاط لمدة ثلاث سنوات او تقسيت على خمس سنوات او تقسيت على آآ سبع سنوات. نيجي النقطة آآ تالتة ومهمة ايضا في آآ شروط هذا الحجز وهي آآ ان يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصر الجنسية يعني ايه شخصا طبيعيا يعني هو مش شخص معناوي لهو شركة ولا هي مؤسسة هو شخص طبيعي آآ قلا يقل سنه عن واحد وعشرين عام في تاريخ بداية الحجز لا يحق للأسرة سواء كان الزوج او الزوجة او الاولاد القصر التقدم لحجز اكتر من وحدة قال لا يكون سبق تخصيص قطعة ارض اسكان اجتماعي ما يكونش خد قبل كده او تخصص له قطعة ارض آآ اسكان اجتماعي قال لا يكون سبق التخصيص له وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي او وحدة سكنية بمشروع دار مصر او سكن مصر آآ ده طبعا ليه او لاحد افراد اسرته لهم ايه اسرته لهم الزوج او الزوج اولاد القصر الاولاد البلغين دي قصة تاني وده طبعا في اي من المدن الجديدة سواء كانت هذه الوحدة في حياسته او تنزل عنها للغير المعيار هنا انه ما يكونش تخصص له قبل كده بقى ممكن يكون فيه ناس بتقول ايه انا تخصص لي بس خلاص انا باعتها لا مالكش حق اتقدم آآ بقيت شروط بقى نكمل مع حضراتكو ان لا يكون المتقدم او الاسرة الزوج او الزوج الاولاد القصر قد استفادوا بقرد تعاوني او دعم من المشروع القومي للاسكان او احدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على واحدة سكنية كده احنا استعرضنا مع حضراتكو آآ كل التفاصيل الخاصة بهذا الطرح الجديد سواء كان الاماكن آآ اللي هينزل فيها هذا الطرح والمدن والمساحات وايضا تفاصيل التقدم والمبالغ اللي هيتم دفعها طبعا بنتمنى لكل اللي عادي تقدم التوفيق فيه الحصول على واحدة سكنية بنشكركم في نهاية هذه التخطية وانتظرونا في تخطيات اخرى من موقع صدر البلد اشتركوا في القناة